موسيقى السلام عليكم أصدر وكيل الجمهورية لدى محكمة سوق هراس مساء اليوم بيان لرأي العام بخصوص حريق الغابة بضائرة الاختصاص وكشف وكيل الجمهورية تحقيقة القضايا الجارية حول حريق الغابة بضائرة الاختصاص أفضت إلى توقيف مشتبه فيه بإضرام النور داخل الغابة الموحدية لحي 400 مسكن ويتعلق الأمر بشاب يبلغ من العمر 29 سنة وهو مسبو قضايا وأوضح وكيل الجمهورية لدى محكمة سوق هراس أنه بتاريخ اليوم تم تقديم المعني أمام نياب وفتح ضده تحقيق قضايا وضد كل من يكشف عنه تحقيقه وأضف البيان أن قضي التحقيق لدى محكمة سوق هراس بعد الاستماع إلى المعني عند الحضور الأول أصدر أمر بإدعاه الحبس المواقعة